موسيقى أهلا بكم هدفها الدعاية للسعودية والإمارات ومصر ومهاجمة قصوم هذه البلدان ووسيلتها حسابات وصفحات وهمية تمتهن التضليل الإعلامي من أجل ذلك ألغت شركة فيسبوك مئات من هذه الحسابات والصفحات التي كانت تستهدف دولا بينها إيران وليبيا واليمن والسودان وقطر وتركيا أما سلاحها فهو التزوير والتضليل وفبركة الأخبار للنيل من الخصوم الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة حرب مترامية الأطراف تارة بعلم القائمين على منصاته وتارة في غفلة منهم كما يقولون اهتمام واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أعقب إعلان شركة فيسبوك عن إحباط حملتين للدعاية والتضليل مصدرهما السعودية والإمارات ومصر وحسب بيان للشركة فقد ألغيت مئات الصفحات والحسابات المزورة والوهمية في كل من فيسبوك وإنستجرام بعدما كشفت تحقيقات للشركة أن هذه الحسابات تعمل في إطار حملتين منسقتين ومنظمتين مصدرهما السعودية والإمارات ومصر رصدت لهم آلاف الدولارات ووظفت للترويج لسياسات البلدان الثلاثة ومهاجمة خصومها وعلى نحو يتجاوز التعبير عن المواقف والآراء إلى التزوير والتضليل وفبركة الأخبار للنيل من خصوم في دول مثل تركيا وقطر وإيران وليبيا والسودان واليمن إضافة إلى استهداف هيئات مثل شبكة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية سبق الفيسبوك أن ألغت ملاعين الحسابات الوهمية وأحبطت حملات تضليل مماثلة مصدرها روسيا وإيران وإسرائيل لكنها المرة الأولى التي تكشف فيها عن إحباط حملتين بهذا الحجم على المستوى العربي بل وتربط إحداهما بأفراد على صلة بالحكومة السعودية ووظفت أيضا للترويج للأمير محمد بن سلمان تلميع صورة ولي العهد السعودي في فيسبوك ومواقع على الإنترنت كان هدفا لحملة أخرى في بريطانيا أنفقت عليها الحكومة السعودية مئات الملايين من الجنيهات الإسترالينية وقد عملت الحملة على نشر مواد دعائية مضللة على أنها أخبار حقيقية ومستقلة حسب صحيفة الجارديان البريطانية وتواجه شركة فيسبوك ضغوطا كبيرة في الولايات المتحدة والدول الغربية عموما إثر اتهامها بأنها باتت منصة لتضليل الرأي العام وفي سياق الرد على هذه الضغوط تأتي إعلانات فيسبوك المتوالية عن إحباط حملات التضليل والدعاية وفضلا عن ذلك وكما فعلت بعد الكشف عن الحملتين الممولتين من جهات في السعودية والإمارات أكدت فيسبوك أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون وصانعي السياسات وشركاءها في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بنتائج تحقيقاتها لتصلية مزيدا من الأضواء على هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن روب بيريرو الصحفي المتخصص في القضايا التكنولوجية في صحيفة USA Today وشبكة الإعلامية لياهو ومن تونس الأكاديميا والمحلة الأسياسية دكتور مراد اليعقوبي سيد بيكورارو ما أهمية هذه الخطوة؟ ولماذا تركت كل هذه الحسابات تشتغل إلى حين كشفها بعد أن بثت سمومها بالنهاية؟ هذه خطوة مهمة لأن فيسبوك قامت كشركة بسابقة بعدما حصل مع الحسابات الروسية وقالت شركة فيسبوك أنها لن تسمح بهذه السلوكيات المنصقة الزائفة وبالتالي نتحدث هنا عن حملات تؤدي إلى تضليل الرأي العام وتكون بمثابة الدعاية الإعلامية أما بالنسبة إلى سؤال لماذا لم يتخذ أي خطوات من قبل؟ هذا هو سؤال أساسي اكتشفت شركة فيسبوك في عدد كبير من المرات أن هذه الصفحات أو بعض من الصفحات على فيسبوك هي الزائفة الأمر سيان بالنسبة إلى شركة تويتر ولكن طبعا يقول البعض أنه من السهل أن نحدد هذه الصفحات الزائفة سيد العقوب كيف أصبح هذا الفضال الافتراضي الإلكتروني يوظف الخصومات السياسية كيف أصبحت الدول نفسها تستغله في مهاجمة الخصوم والإعلاء من شأنها وصناعة الكذب بالنهاية سيد الكريم هذا مرتبط بطبيعة الدول وبمكوناتها بعمقها القيمي والثقافي عندما نجد دول تشبه وهي أقرب إلى عسابات المافيا ويقتصر دورها عغالبا في معظم الأحيان على أعمال انحرافية في الحد الأدنى لا نستغرب منها أن تقوم بمثل هذه الأشياء فمثلا تأمننا سياسة الإمارات لا نجد لها خطا ناظما له عمق وطني أو قيمي أو غيرها هي لا تقوم إلا بالأمور المسيئة أما لجيرانها أو لانتمائها العربي الإسلامي أو لقضاياها الكبرى فعلى المستوى السياسي والعسكري مثلا أولا كانت دائما تبحث عن التمركز على السواحل معينة على السيطرة على مظايق معينة وأكثر من هذا ليس ذلك لمصلحتها بل لمصلحة قوى أخرى أكبر منها على المستوى السياسي سياستها كانت دائما ترتكز على مساندة الفلون في كل الدول التي عرفت ثورات الثورات العربية أساسا الربيع العربي ساندت كل المستبدين أو الراغبين في عودة الاستبداد تدخلت في تمويل أحزاب معلبة مشبوهة أحزاب نابتة بين ليلة وضحاها أو بين عاشية وضحاها وبالتالي لا نستغرب أن تواصل دول مثل الإمارات وخاصة مصر التي تضيع أموالها لو كان أحرى بها أن تهتم بشعبها البائس الذي يشرب المياه المستعملة المياه المعادة المرسكلة الإمارات إذن تواصل هذه السياسة ولا تجد حرجا في ذلك فهي لا تستحي بكل بساطة اليوم تدخل إلى مرحلة أخرى مرحلة التضليل لأنها في الحقيقة لا تملك قيمة أو عمقا فكريا أو ذهنيا تدافع عنه هي تريد أن تروج أخبار زائفة أخبار مظللة أو أخبار لتلميع بعض السور السياسية الحزينة في تلك المناطق الخليجية دورها لا تجاوز ذلك ولكن الأخطر من كل شيء أن هذه الأعمال التي تقوم بها دولة الإمارات وتوابعها مثل مصر والسعودية هذه الأعمال في الواقع لا تهدف إلى خدمة الإمارات بحد ذاتها طبعا هي لا تهدف إلى خدمة شعب الإمارات وتضيع إمكانياتها في ما لا يعني ولكنها أيضا لا تخدم حتى دولة الإمارات نفسها لأنها مرتبطة بأجندات إقليمية واضحة سيد بيجورارو هل المسألة ستتوقف عند هذا الإجراء أم أن هناك مسؤولية جزائية يمكن أن تحمل لدول التي تقف وراء هذه الحسابات الوهمية والتقرير ذكر دولا بعينها أنا لا أرى أي قضايا يمكن أن ترفع أمام المحاكم لأن الأشخاص المعنيين غير متواجدين على الأراضي الأمريكية ولكن السؤال يطرح حول الخطوة التالية لشركة فيسبوك قالت شركة فيسبوك أنها سوف تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة رصد هذه الحسابات الوهمية ولكنه من الأسهل أن تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة لتحديد الصور التي لا يجب أن تكون موجودة على هذه المنصات والمهمة أصعب بالنسبة إلى هذه التكنولوجيا لتحديد الحسابات الوهمية أما إذا ما كان هذا الموضوع سوف يؤثر على العلاقة بين أمريكا والسعودية من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأن الرئيس ترامب لديه الكثير من التقارب مع السعوديين ويود أن يستمر على سبيل المثال ببيع الأسلحة الأمريكية للسعودية سيد يعقوب صناعة الخبر الكاذب والتضليل وكل هذه الافتراءات الموجودة في هذه الحسابات وهي بالمئات وبالألاف إلى حد يمكن قياس تأثيرها الفعلي على الرأي العام يعني لماذا تلجأ دول ولماذا يعني مفهوم لجوء الأشخاص إلى ذلك ربما الأفراد ولكن الدول لماذا تلجأ إلى هذا الأسلوب سيد الكريم هذا يرتبط بطبيعة الديمقراطية ذاتها التي يعتمد الفصل فيها أو الحكم الفاصل فيها على عدد المنتخبين أو على النزع العام لدى الرأي العام هذا طبيعي جدا طبعا أن يبحثوا على الأعداد هذه الأعداد توفرها الشركات بالنسبة إليهم لا يهم المظامين التي تحرك الناس الآن الصورة الذهنية أقوى من الصورة الحقيقية لا يهمنا كيف طبيعتنا نحن ما يهمنا هو كيف ينظر إلينا الآخر وبالتالي التضليل يمكن أن يؤدي دوره لسيما عندما تكون الشعوب وللأسف في هذه الحالة موجودة برشة هذه الأصناف عندما تكون الشعوب محكومة بأنظمة إعلامية ومنظومات وشبكات كبيرة جدا تهيمن على الثقافة وتنشر الرعب فتمنع الإنسان أن يبحث عن أخبار أخرى الآن الناس تبحث عن الأخبار الخفيفة ولا تهتم كثيرا بالسياسة وبالتالي عندما يرتقتون خبرا سياسيا حتى وإن كان عبثيا ولا يعني شيئا فإنهم يرتقتونه ويعبرون ولكنه من الغد يؤثر على خياراتهم السياسية في نهاية الأمر هذه الدول تحظى بمساندة أغطية دولية كبرى وهذا مؤكد فضلا أنها كلها تمارس نفس الأساليب في اللعب بعقول الناس الآن يقصفون عقولنا بأعلام سيئة وبأخبار رديئة ترامب نفسه يتحدث عن الفيك نيوز وهو يعلم أن العديد الكثير من الفيك نيوز هي ريال نيوز وبالتالي غير صحيح نفس الشيء تتبعه الإمارات نفس الشيء تتبعه مصر هؤلاء يضيعون آلاف المليارات في مسائل من هذا النوع من أجل تعمية شعوبهم وتضليلها هذا الدور ليس وطني هؤلاء أعداء لشعوبهم أنا شخصيا لا أستغربه مثل هذه السلوكات سيد بيجرورو من الناحية التكنولوجية هل أصبح من السهل رصد وتتبع واكتشاف مثل هذه الحسابات الوهمية أم أن الأمر مازال صعبا لصعوبة اللوغاريتمات الموجودة في هذا الفضاء أعتقد أنه من الأسهل على مستخدمي فيسبوك أن يعينوا أي صفحة معينة أو أي حساب ويرصدوا هذا الحساب إذا ما كنا على سبيل المثال على الجهاز المحمول يجب أن ننزل إلى الأسفل في الصفحة وبعد ذلك يمكننا أن نرى المعلومات حول التاريخ التي استحدثت فيه هذه الصفحة هل تغير الاسم ما هو مصدر هذه الصفحة ومن السهل أو من الصعب على أي تكنولوجيا أن ترصد هذه التفاصيل بالنسبة إلى شركة فيسبوك ما الذي تحضره للمستقبل من الصعوبة بمكان أن نعرف الفترة الراهنة تقول الشركة أنها تعمل على هذا الموضوع وتطور التكنولوجيات لمنع الحملات الدعائية قبل الانتخابات في فرنسا في الهند وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل أشكرك أوروب بيجورارو الصحف المتخصص في القضايا التكنولوجية وأشكر الأكاديمي والمحل الأسياسي الدكتور مراد اليعقوبي من تونس في محطتنا الختمية هذه الليلة تبحث ألسي أبي عاصي فرص سمود اتفاق جديد لوقف اتلاق النار في شمال غرب سوريا اشتركوا في القناة